السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية بدنا نتكلم عن تراجع الزهرة في برج الأسد اللي أنا أول من تقلت الزهرة لبرج الأسد ذكرت في حلقتها أنه في عنا تراجع يعني مش بسيط فهذا الكوكب الجميل بده يتراجع في برج الأسد لمدة أربعين يوم وهذا التراجع رح يبدأ طبعا من فجر يوم الأحد ثلاثة وعشرين سبعة بيبدأ الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا وبيستمر حتى فجر يوم الاثنين أربعة تسعة يعني الساعة وحدة وعشرين دقيقة يعني أربعين يوم هاي الفترة فترة مش بسيطة وفترة حساسة وفترة بتحتاج منها أن نكون حذرين جدا في خطوات كثيرة في حياتنا طبعا تختلف من برج لبرج أو من طالع لطالع ولكنها بدها تركيز بالنسبة لتراجع الزهرة طبعا هو بيبدأ تأثيراته احنا قلنا في الحلقة هذيك أنه بيبدأ قبل حوالي أسبوعين من التراجع ولكن يعني تتفاوت هي ولكن كل ما اقتربنا على فترة التراجع بتزيد الأمور أو بتزيد الوطأ أكثر للتأثيرات السلبية لغاية قبل خمس أيام من التراجع بتصير هاي ذروة التراجع خلص بلشنا احنا دخلنا بالتأثيرات السلبية للتراجع بشكل مباشر فعشان هيك يستوجب أني أنا أزل الحلقة وأذكر في هذا الموضوع عشان الكل يكون حذر من هذه النقطة ومن هذه الفترة طيب إيش معنى التراجع يا سعيد يعني إيش الكوكب بحط هيك ريفيرس وبرجع لورا يعني ولا إيش اللي بيصير يعني فهمنا معنى التراجع يعني إيش برجع لورا يعني بوقف وبرجع هيك بخطواته بعدين برجع لقدام لا هو اللي بيصير إنه الكوكب بيوصل لمرحلة البطء الكامل في مسيره فبتصير الكواكب الأخرى أسرع منه بالحركة فعشان هيك بيبان أمام الكواكب الأخرى إنه هو بيتراجع هذا التأثير هو تأثير سلبي جدا على الكواكب على كل الكواكب بتتراجع معدى الشمس والقمر يعني كل كوكب إلو فترة تراجع فيها اللي بيصلى الحلق القسوى في دائرة الفلكية حوالين دورانه للشمس فبصل لمرحلة التباطئ بيين إنه بيتراجع بعدين برجع بسرعة العادية في فترات بيصير سريع جدا في فترات اللي هي بصل لمرحلة البطء اللي إحنا ذكرناها هاي في كواكب بتتراجع مثلا كل سنة مرة في كواكب بتتراجع بالسنة ثلاث مرات أو أربع مرات زي عطارد مثلا كل سنة ثلاث مرات بيتراجع الزهرة بعد مرات بتتراجع أول السنة وآخر السنة مرات في نص السنة ونص السنة اللي وراها مرات ممكن تأخذ سنتين المريخ نفس الشيء المشتري نفس الشيء يعني كل واحد منه يعني بصير له تراجع نقدر نحسبها إحنا بأغلب الحالات إنه بيتراجع كل سنة مرة إلا عطارد بيتراجع ثلاث مرات في السنة بعد مرات إذا كان التراجع في بداية السنة أو بدأة السنة بعملية التراجع بيصير إنه في ثلاث تراجعات وآخر السنة بيبلش تراجع رابع فهاي بتيجي على حسب وين بيكون وإديش المدة الزمنية ما بين التراجع والتراجع طيب في ناس بقولك لا ما فهمناهاش طيب أنت لما تكون راكب في سيارة أو خلق هي أحسن طريقة يعني إلى الوصف إنك أنت راكب في سيارة والسيارة هاي ماشي على الطريق الآن في نفس الطريق اللي أنت ماشي فيه في سيارات كثيرة بتكون ماشية معك ولكن أنت تتجاوزها بالسرعة طب ما هي ماشي كلها بمسار أمامي الآن أنت لما تتجاوزها وتنظر للسيارة بتشوف السيارة أنها صارت وراك خلاص مشت من جنبك وصارت وراك لأنك أنت قطعتها الآن هاي السيارة تعتبر متراجعة ولكن هي بمسارها الأمامي ماشي وهذا ينطبق على الكواكب في عملية التراجع وهي فترة سلبية جدا على أي كوكب بيتراجع طبعا في أشخاص بيجوا بيقول لك لا فترة التراجع يعني سمعتها من بعض الحلقات لا التراجع هاي بتعطي قوة المنتحس بصير سعيد والمش عارف إيش وبتنعكس طاقته لأنه بتخربط هو لا يا حبيبي هو منتحس وبتزيد نحاسته بزيادة والسعيد بتروح سعادته يعني هي بتعطي الطاقة السلبية ما فيه إشي اسمه الله هو سلبي وعشان تراجع فهيك نضحك عليه صار يعطينا طاقة إيجابية عكس الطاقة اللي هو بعطيها هذه الأمور تضاعف الأمر وبتبين المزايا الخفية للكوكب اللي هي أساسا إحنا دائما من نحكيها بالحلقات إنه لما بيكون سعيد بيكون كذا لما بيكون سلبي بيكون كذا فأسوأ الصيفات لهذا الكوكب في انتحاسته هي اللي بتظهر فترة التراجع وعادة بتستمر فترة التراجع ككل صحيح إنه بيكون في بعض الزوايا الإيجابية اللي بيشكلها في فترة التراجع ولكن هذه إحنا منعتبرها زي النصاب إنه هو بيغرر لك الجو وبيفتح لك الجو فأنت بتندفع باتجاه الهدف بتلاقي حالك إنك أنت ورطت لأنه بتأخذه بدون دراسة لأنه أساس التركيز عندك أو أساس العاطف عندك أو أساس التفكير على حسب الكوكب هو اللي وهمك بأنه هذا الإشي إيجابي فبيتطلب منه التركيز أكثر والتدقيق أكثر وأيضا أخذ الحيطة في أي اتجاه من الاتجاهات اللي إلها علاقة بهذا الكوكب عشان ما نطولش خلينا ندخل إحنا ونشوف إيش هي التأثيرات هسا حكينا أنه التأثيرات بدأت يعني من بث الحلقة هاي اعتبر أنه تأثيرات تراجع الزهرة بدأت بقوتها وبما أنه كوكب الزهرة إلو علاقة بالأساس دائما منقول هو كوكب الحب والجمال والمال والمشعار في إيش وهي الأمور وهو يعتبر السعد الأصغر فهو يركز على المجالات الثلاثة الأساسية الحب والجمال والمل هدولا الثلاث أشياء اللي لازم نحطها في عين الاعتبار أنه عليها السلبية خلال فترة الأربعين يوم القادمات فممكن علاقة أنا على علاقة عاطفية اللي نفترض في إنساني مثلا في هالحياة هاي أو في ابن أو في حبيب أو في شخص في هاي الفترة ممكن تتوتر هاي العلاقة ويصير فيه نوع من أنواع الخلاف ما بينه وبينهم وبيصير صعب أنه نتفاهم وأي كلمة بصير لعنا حساسية زيادة عن اللزوم فعشان هيك الكلمة تفهم باتجاه مغاير تماما للمقصود فما بعرف أوصل معلومة وممكن أن فهم خطأ وهذا الشيء يصير عنه مشكلة وما نقدر نتجاوزها وممكن يتطور الموضوع ويصل لخلاف وتيجي بتقوله طب عايش المشكلة بقولك مش عارف أنا أنا حكيت هيك وهو فهم هيك وبعدين صار هيك فهاي مسألة منجد في بصير في الفترة هاي برضو مش مع الأحبة فقط برضو بنعكس هذا الشيء على التفاهم مع الزملاء مع الأصدقاء مع الأحبة مع الأهالي مع أي شخص فالحساسية بصير زيادة جدا برضو هاي الفترة نشعر أنه بصار برود عاطفي عند أغلب الأشخاص فبصير أنه نحس أنه هو فاتر بعلاقته بعيد بالعلاقة مش متجاوب معنا مهملنا فهذا الإشي بخلي يعني بيصعب علينا عملية التواصل وأيضا بصير عنا برود من التواصل يعني بيزيد البرود بالعلاقة العاطفية ما بين الطرفين فهذا الشيء برضو بتكون تأخذه بعين الاعتبار أنه هذا التراجع له تأثير على برود العواطف أو التعبير عن العواطف أو الاهتمام بالعواطف أي شخص مثلا ما بيكون عنده حبيب أو بيكون أساسا سنجل هيك لحاله عايش لحاله وفجأة بيعجبه شخص أو بتعجبه أنت وحابب أنه يبادر بأنه يطرح العلاقة يعني والله أنا حابب أتعرف يعني معجب هيك وحابب أني أبدأ بالتعارف وهذا الأسلوب اللي بتتبعوا لبداية التعارف طبعا يتوقع على طول أنه ممكن يواجه بالصد بدون سبب بدون سابق انذار لأنه أساسا العواطف عليها بلوك فهذا الإشي اللي منحذر منه أيضا أنه ما تبدأوا بعلاقات أو تعبروا عن عواطفكم في خلال هاي الفترة في فترة التراجع من أهم الأشياء اللي دائما نأكد عليها ما مننصح لا بإتمام خطبة أو زفاف أو إجراء عمليات جراحية هاي الثلاثة بتكونوا تأخذوها بعين الاعتبار لأنه أحد اللي بقول لك لا أنت فاجأتنا أنت تفاجأت لأنك ما تابعتني أو لأنك أنت ما ركزت ولكن أنا دائما بنبه لنفس النقطة وعند انتقال الزهرة للأسد ذكرت هذا الكلام بالضبط إنه احذروا في فترة في جايين إحنا على فترة التراجع والتراجع رح يكون في تاريخ كذا لتاريخ كذا خلال هاي الفترة إتمام خطبة أو زفاف أو إجراء عمليات تجميل ويعني ما بنصح فيه نهائيا هل سفي أشخاص بدهم يكتبون التعليقات إحنا والله حددنا يوم الزفاف يوم كذا رح يأثر علينا ما رح جاوبك لأنه أنا حكيت هذا الكلام بالإجمال وإنت بإيدك أنك تعمل الأمر أو ما تعمل هذا الأمر ولكن بدك تحط في عين الاعتبار أنه قد يحدث خلافات أو صدامات أو اشتباكات ما بين أهل العريس وأهل العروس مثلا وأيضا أنه ما يكون فيه توافق يصير فيه على أدفه الأسباب مشاكل يشعروا أنهم كانهم انصدموا بالعلاقة ما كانوا يتوقعوها بالطريقة هاي يعني بهاي المشاكل اللي بتكون زيادة عن اللزوم عمليات التجميل طبعا ممكن أنت تكون مفكر بنتيجة وتطلع نتيجة أخرى أو ما تكون النتيجة المرجوة فتضطر أنك تعيد عملية التجميل أو يطلع فيه أخطاء في عملية التجميل من ناحية عاطفية برضو زي ما حكينا ضل عندنا الناحية المادية أو الناحية المالية الناحية المالية هو بيشبه بحالة كبيرة اللي هي التحذيرات نفسها لما بنحكي عن تراجع عطارد لأنه برضو في نهاية تراجع الزهرة في آخر أيام تراجع الزهرة بدي يبدأ عطارد يتراجع يعني احنا دخلين على فترة مش سهلة وتراجع عطارد معروف أنه ثلاث أسابيع ففي هاي الفترة أي مضاربات مالية أو إلها علاقة بالسوق المالي أو العملات الذهب المشتقات النفطية ديروا بالكوا بشكل كبير من المضاربات بالفترة هاي لأنه ما فيه أي استقرار للأسعار فجأة بتطلع فجأة بتنزل وفي هاي الفترة بعض الدول بتستغلها لتسريب رفع أسعار هاي الأشياء اللي ذكرناها وخصوصا المشتقات النفطية وما يتعلق فيها يعني بتدخل على الكهروة وتدخل على الماء وتدخل على الأشياء اللي زي هيك إنه ممكن يصير فيه رفع أسعار في بعض الدول أو مشاكل في هاي الأمور وبرضو بتزداد المصاريف وبيخف الدخل أيضا من أهم السلبيات اللي بتظهر في خلال فترة الأربعين يوم القادمات الغيرة والعنادة فعشان هيك هذول الأمرين بدك تعرف أنه أنت نقطة الضعف إذا كان عندك هذا الموضوع بالأصل موجود والآن بده يدخل بمرحلة عالية فرح يزيد مضاعف فديروا بالكم من الغيرة والعنادة يعني إذا شفت للطرف الآخر بغار عادي إهدى شوي هيك وقد نفس وحاول أنك تكون مرن وتفهم معاه بهدوء بدون عصبية والعنادة طبعا هاي ما تدخل في أي نقاش مع أي شخص عنيد بالفترة القادمة طيب إيش الزوايا اللي رح يشكلها في أثناء عملية التراجع يا سعيد أسا عنا يوم الخميس سبعة وعشرين سبعة زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين عطارد هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح فترة مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بنقدر نستفيد من هاي الفترة لأنه شوي بتعطينا شوي تراحة ممكن توفرنا بعض دعوات أو سفر أو تسلية ولكن بدنا نتفقد كل شيء نكون متوقعين أي شيء مرضو بتركز هي على الميدان الفني والأخبار والحفلات والمعارض والمسابقات الفنية والإنتاجات الفنية وعطاءهم وممكن تكون النتائج مش مرضية يعني يكون فيها يعني نتائج ضعيفة بكونوا متوقعين شيء ولكن بصير شيء آخر أما بالنسبة للفترة الخطيرة اللي احنا بنسميها بالزوايا العنيفة وهي زاوية يوم الأربعة تسعة ثمانية تبدأ يعني ذروتها ولكن تبدأ تأثيراتها قبل بأيام في التوقعات اليومية ورح نذكرها هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الفترة يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق عنا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو يعني خلافات عاطفية بتكون لها عواقب وخيمة وبتدل على فترة أنها غير مناسبة حتى على المستوى الفني أو المنتجات أنها تطرح للأسواق بتلاقي نوع من أنواع الفشل الكبير أو عقبات غير متوقعة أو ممكن تتعرض للحضر في الفترة هاي يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهارات لأنه احتمال فشلها أو حوادث غير متوقعة وأيضا ببعض الفنانين بيتعرضوا خصوصا اللي عندهم سفاريات كثيرة عن طريق الجو تحديدا تعطيل أو تأخير أو إلغاء تذاكرهم أو مشاكل بالطيران وحتى الفنانين عليهم علامة استفهام من هاي الزاوية إنه ممكن يصير بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالفنانين وبتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي ومن الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة البنوك والمؤسسات المالية لأنها بصير فيها نوع من أنواع التراجع أو مفاجآت في المداخل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون يوم الأحد 13-8 بين الزهرة وبين الشمس يعني بتعطينا هيك نظرة تفاؤلية للحياة بصورة عامة بتزيد من جاذبيتنا بتثير لهي بالحب شوي يعني بتغير الأجواء شوي وبتعطينا شوية مواهب فنية مناسبة للنزهات والتسلية والأمور اللي زي هيك بتزيد من اهتمام الحكومة بالميادين الفنية والترفيهية والمجتمع وقامة الندوات أو المعارض أو الحفلات الترفيهية وهي فترة مناسبة لعقد مفاوضات أو اتفاقيات هدنة أو سلام أو انهاء خلاف بين دول وزيادة منتوج قطاع النسيج وبعض الصناعات الفنية والمعدنية والمؤسسات المالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم 22 8 زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري هذه الزاوية لها علاقة بكوكبين اللي هو السعد الأكبر والسعد الأصغر مع بعض معناته هنا المخادعة وهنا المصايب ففي فترة الفترة ما تسبق 22 8 طبعا لها حسابات في التوقعات اليومية رح نحكيها وما بعدها ولكن نأخذ حيطة أنه في عنا أسبوع ما قبل وأسبوع ما بعد بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتخلق عنا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في العلاقات العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسببنا مشاكل أو اضطرابات صحية بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات الكبيرة المالية أو البنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وبرضو ممكن تعرف الفترة القادمة أو الميزان التجاري ببعض العجزة في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني ممكن يتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتجات معينة ولكن ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير طيب يا سعيد أعطينا الصافي إحنا كأبراج يعني إيش منتأثر طيب الآن هي زي ما حكينا فترة تراجع من 23 سبعة لأربعة تسعة يعني تستمر بعد التراجع منقول قبل بأسبوع ذروتها وبعد بأسبوع ذروتها يعني قبل التراجع بأسبوع بتبلش تأثيرات وبعد ما ينتهي التراجع بأسبوع برضو تستمر تأثيراتها إيش تأثيراتها على الأبراج والطوالع الآن راح نشوف طبعا اللي وصل له هون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو علق أو سوى لعب جنباز أو رقص بلاي أو أي إشي أي إشي يعني يعني دزعل منه لأنه يعني شرح طويل أي عشرين دقيقة راح وأنا بشرح لكم يعني بعلم بحاول أنه أنا أعلمكم كيف بتنحسب الأمور طيب تأثيرات على الأبراج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التراجع راح يكون في بيت الحض البيت الخامس لا إلك وبيت المتعة يعني بتفقد هاي الفترة رغبتك في التمتع بمسارات الحياة أو بمسارات الحياة بتميل للعزلة والتفكير بكل شيء بشكل سلبي ما تحاول دخول أي مضاربات أو علاقات في سوق البورصة لأنها ما راح تكون لمصلحتك برضو في هاي الفترة ممكن بعض موليد برج الحمل يدخلوا لمرحلة الاستغلال أو يستغلوا أو يبتزوا بشكل خفي فترة غير مناسبة للقيام بأي عملية جراحية أو إجراء عمليات طبية وخاصة التجميلية بالنسبة للعاطفة طبعا بتكون علاقاتكم بأحبائكم شديدة البرودة يعني بصير في هيك ما فيه رغبة في أمور القلب أو برود في أمور القلب أو انشغال في مسائل أخرى عن تعبير عن العواطف وممكن تنتهي العلاقات العاطفية الضعيفة ما بينكم بين الأحبة أو يصير فيه خلاف حاد بينكم وبين أحد الأحبة أو الأبناء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التراجع رح يكون في البيت البيت بيت العائلة بيت النظام والأب تحديدا فبيجعلك تشعر أنه الحياة داخل المنزل تتراكم عليك أو فيه تراكم بأعمال المنزل بتزيد عليك المسئولية أكثر أهم شي أنه بالفترة هاي ما تحاول تعمل أي إجراء بيتعلق بتغييرات منزلية أو ديكورات أو أشياء لها علاقة بتجميل البيت أو حتى يعني عملية النقل أو الاستئجار أو السكن بالفترة هاي احنا ما مننصح فيها كثير ولكن الأمور اللي بتتعلق بالتجميل والتغيير هاي اللي ركز عليها أكثر بدك تكون حذر في كل المعاملات العقارية بيع وشراء تتفقد العقود والأوراق بشكل جيد لأنه ممكن تكون عرضة للخسارة أو الاستغلال بتجد نفسك في كثير من الأوقات منفع لبعض الشيء ممكن تواجه القوانين المفروضة أو المحيطة فيك وبتسمع بخبر أو بتسمع بخبر مقلق عن أحد المقربين منك عاطفيا علاقاتك بالعائلة زي ما حكينا فيها بعض التوتر وممكن التوتر يكون ما بين العائلة وما بين اللي أنت بتحبهم أو يرفض علاقة عاطفية أنت ما شفيها أو يكتشفوها وبرضو ممكن يكون عندك اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة وخصوصا الأب برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا العملية التراجع رح تكون في البيت الثالث بابة الاتصالات والمواصلات والدراسة اللي ما تحت اللي هي المدرسية بمعنى آخر اللي هم الطلاب اللي في الثانوية العامة آه والتواصل والأجهزة الإلكترونية هاي بدوا يتراجع في هذا المكان فعشان هيك رح تأثر عليك وعلى علاقاتك آه مع الأقارب مع الأخوة مع حتى مع الأب مع الأسرة آه آه بتصير متمرد على الكثير من الأعراف والتقاليد في هاي الفترة بتجاهر برأيك بشكل إنفعال كبير وهذا الشيء ممكن يسبب لك كثير من العلاقات المتوترة بيشعر الطلاب بعدم الرغبة في الدراسة بيفقدوا الشغف في آه خلاص بي يعني بصيروا لك أنا مدرس لا إيش أو بصير هاي الأفكار ليش بدرس أنا وين بدي أروح في هالحيا ما رح أستفيد من دراستي ما رح أستفيد من الدورة اللي أنا بعملها يعني أنا بس بضيع وقت هذا من الأشياء الأفكار اللي رح تتوارد عند آه موليد برج الجوزاء آه بتصير متهرب آه من كثير من المسؤوليات الملقاة على عاطقك بدك تنتبه خلال السفر على الطرقات من الحوادث الطارئة عاطفيا بتشهد هاي الفترة صراع واضح في الدراسة والتواصل مع الغير بإيصال المعلومات وخصوصا مع الأحبة وممكن تفهم بشكل خاطئ وهذا الشيء ممكن يسبب بخلاف عاطفي أو مع أحد الإخوي أو مع أحد الجيران برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تراجع الزهرة رح يكون في بيت مالك عشان هيك ضغط رح يكون على الأمور المالية أو التنبيهات رح يكون على الأمور المالية أكثر آه بدك تحذر من السلبيات بكل شيء بيتعلق بالمال ولا سيما في الأمور المالية ممكن تتعرض لخسارات كبيرة ممكن ما تكون وخصوصا إذا ما كنت حريص كما يجب وتتفقد كل شيء وتكون حذر من الأشخاص اللي حواليك اللي ممكن يستغلوك ما تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروض جديدة لا تكفل أحد ما داين أحد فلوس ممكن تقع ضحية لبعض المستغلين لازم ترتب الأولويات وتأجل أي حوار غير مجدي مع المحيطين فيك حاول تكون حذر برضو لأنه في عندك بعض الانفعالات أما عاطفيا تشعر بالتقصير اتجاه من تحب وهذا الشيء بيجعلك متوتر وانفعالي أكثر وبعض الممكن يبالغ في المصريف لإرضاء أحباؤه فعشان هيك احذر من هاي النقطة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التراجع عندك معناته أنت من أكثر الأشخاص اللي للأسف رح تتضرر خلال الفترة الأربعين يوم القادمة ترغم أن الشمس رح تيجي بتخففه شوي ولكن في فوضى كثيرة رح تكون بخلال الفترة القادمة ومع انتهاء تراجع الزهرة ووجود الأسد بتمفرج كل الأمور وبترجع لحدها الأصلي ومكانها الصحيح بعضك القوة أكثر وبيدعمك أكثر وجود الشمس بيخفف شوي من عملية التراجع ولكن بدك تنتبه من تأثيرات السلبية فعشان هيك موليد برج الأسد بيكون عاطفيا صحيا ماليا هاي الأشياء اللي رح تأثر عليك فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد ممكن يصيبك اليأس من كثرة المواقف والضغوطات وخصوصا انه عنا شهرين موليد برج الأسد الشمس موجودة في درجات بيت المتاعب المريخ اللي موجود ضغطنا بشكل كبير والآن هذا الأمر نهاية الموضوع ممكن يحصل معنا خلاف في الرأي مع المقربين ممكن يؤدي إلى قطع بعض العلاقات تنتبه لأغراض بشكل جيد ممكن قوية أو شخص متعلق وشخص فيه أو تنقطع العلاقة بشكل سريع وبدون أي مراجعة من أي طرف منك من طرفك أو من طرف الطرف الآخر وبرضو بدك تحذر بخلال هاي الفترة من التردد لأنه رح يزيد عندك بشكل كبير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التراجع الزهرة رح يكون في بيت متاعبك وهذا الشيء رح يجعلك شخص متشكك شكاك بشكل كبير في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق أو الأمور وهذا شيء ممكن ينعكس على صحتك على نفسيتك بشكل سلبي جدا حاول يعني ما تدخل في أي حوار أو جدال أو نقاش وانت عارف انه ما رح يكون فيه جدوة من هذا الموضوع لأنه رح تتحول الخلافات بشكل واضح وتكبر بشكل واضح وتزيد الفجوة بشكل واضح فحاول قدر الإمكان تبعد خطوة وراه حاول برضو انك ما تدخل على الأماكن المجهولة أو الأماكن اللي ما بتعرف فيها حدا أو تتعامل مع الأشخاص الغرباء اللي عليهم علامات استفهام أو يعني حاول انك تدقق في الأشخاص ممكن تتعرض للخداع أو الابتزاز في خلال الأربعين يوم هذولا إذا ما كنت حذر عاطفيا الحذر من أقوال الوشا والحاسدين والمتآمرين عليك فيما يخص علاقاتك العاطفية تحديدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان علاقاتك بأصدقائك هاي النقطة اللي رح تركز عليها أكثر شيء خلال الفترة والمناسبات الاجتماعية لا تحاول فرض رأيك على الآخرين بالقوة لأنه رح تلاقي مواجهة حادة ما بينك وبين بعض الأشخاص في بعض الأشخاص ممكن تنقطع علاقتك فيهم بسبب خلاف بالرأي أو سوء فهم طارق أو بسبب مواقف غير مرضية إلك لا تتسرع بالحكم وما تتسرع باتخاذ المواقف الحادة لأنه ممكن تندم عليها لاحقا أي خلاف أو شيء اعرف أنه فيه شيء فيه أسباب لهذا الموضوع وهي تراجع الزهرة فعشان ما تتقل قراراتك ممكن تتحسس أنت حضر حفلة أو مناسبة من نظرة أو من كلمة أو اتنين بيحكوا مع بعض تفكر أنه الكلام عليها أو فديروا بالكم من هاي النقطة عاطفيا حاولوا أنك تتفهموا الشريك العاطفي وابتعدوا عن الأحكام المتسرعة برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا تراجع الزهرة في بيت السمعة والترقيات يعني راح تمر بفترة صعبة علي شوي هيك بدك تضبط أعصابك لا سيما فيما يتعلق في وضعيتك الاجتماعية وعلاقاتك مع المسؤولين بدك تنتبه لسمعتك لأنه فيه أشخاص ممكن يحاولوا أنهم شوهوا صورتك أمام الآخرين أو التقليل من منجزاتك وأعمالك المختلفة حاول أنك ما تطلب الترقي أو تقدم لأي مشروع جديد في هاي الفترة اعمل على إنجاز أولوياتك بشكل مدروس عاطفيا حاول أنه تكون واضح في علاقاتك العاطفية وابتعد عن العلاقات المشبوهة لأنها ممكن تسبب لك ضرر أكثر لأنها بتشوه سمعتك أو تصير فيها مجازفات أو تستغل بمعنى آخر خلي العلاقات الواضحة هي اللي أعطيها الاهتمام أكثر ما في داعي للمجازفات والمغامرات برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس تراجع الزهرة في بيت السفر والدراسات العليا يعني والسفر الخارجي أو الهجرة بعمل تعطيل على هاي المسائل يعني في هاي الفترة بتصير الأمور بطيئة جدا تعطيل ممكن يصل لمرحلة إنه يصير تعطيل كلي فعشان هيك لازم يكون عندك صبر لأنه بالفترة هاي انت قليل الصبر أيضا إذا كان عندك أي مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول تأجيله عبن ما ينتهي التراجع عليك الحذر من السفر والانتقال خارج البلاد وفي الاتصالات البعيدة من سوء التفاهم ممكن يترتب عليك بعض النفقات المالية الخاصة بأحد المقربين عاطفيا ممكن تسمع خبر مقلق عن الشريك العاطفي لا سيما إذا كان خارج البلاد أو في جامعة أو معهد تعليمي وممكن تنتهي العلاقات العاطفية الضعيفة أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيأثر عليك تراجع الزهرة وبأثر بعمليات اللي العلاقة بالأموال المشتركة بعملية إرث نقل ملكية لأنه في كثير من المقربين منك بيحاولوا إظهارك بمظهر الخاسر أو الفاشل أو بيحاولوا أنهم يسيئوا لإلك فترة غير مناسبة لتغيير السكن أو شراء العقارات أو الدخول إلى المحاكم أو الدخول بمغامرات مالية أو قروض أو عملية المضاربات حاول أنك ما تكفل أي حد ما تدين أي حد فلوس لا تدين ولا تدين لأنه اللي هي القروض لا تقرد ولا تقترض لأنه فترة مش مناسبة وممكن أنت تفكر حالك بتقدر تلتزم وفي الآخر بتكون النتيجة فاشلة بتجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من عمل مع شعور كبير بيصير عندك بالإحباط والعجز عاطفيا في نوع من أنواع التوتر مع الشريك العاطفي بسبب المال أو النفقات الزائدة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا تراجع الزهرة في بيت الشراكة يعني أكثر الأشخاص اللي منحذرهم من الارتباط هم من موليد برج الدلو في خلال فترة التراجع لأنه التراجع في بيت شراكتهم فعشان هيك منقول علاقتك بشريك العاطفي أو بشريكك بالعمل اعتبق انها على المحق خلال الاربعين يوم هدول ممكن تنشأ خلافات طارئة لأتفه الأسباب كون حذر واضبط انفعلاتك ورغباتك في التعبير المباشر عن رأيك لأنه عادي جدا ممكن ما تكون محط إعجاب الآخرين أو ما يتقبلوها منك أو يستدفه الأمر أو يرد عليك بشكل مزعد جدا بتتأثر صحتك بشكل كبير في هاي الفترة من بعض الضغوطات لأنه الطاقة بتكون ضعيفة زيادة عن اللزوم فبتكون عرضة للتعب فعشان هيك عاطفيا بنقول لك ممكن تتهاول علاقات الواهية أو الضعيفة خلال هاي الفترة وممكن تنتهي علاقة عاطفية بشكل قطعي وبشكل نهاي برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا هنا تراجع الزهرة رح يكون في بيت الصحة والعمل فهذا شيء بيجعلك تشعر في هاي الفترة بثقل في العمل وبإنك عاجز عن تحمل المسؤولية وبإنه رأيك غير مقبول من الآخرين أو أنهم بتآمر عليك في مكان العمل وممكن يتراكم عليك العمل وتحس بالتقصير حاول أنه هاي الأشياء ما تخليها تسيطر عليك نهائيا لأنه الشك حكينا من الأساسيات والعنادة والغيرة من الأساسيات لتأثيرات هذا الكوكب عند لما بتراجع فلا تخلي هذا الإحساس يصير طالما أنت مش متأكد مئة بالمئة بالموضوع من الأي طارق أو عارض صحي في هاي الفترة وما تقصر بصحتك راجع الطبيب فترة غير مناسبة للقيام بأي عمل جراحي أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية عاطفيا ممكن تنشغل عن الشريك العاطفي خلال هاي الفترة وهذا الشيء ممكن يسبب توتر في العلاقات العاطفية طيب أسا بيجي واحد بكتبلي بالتعليقات يعني ما فيه إيجابيات إيش هالإحباط يا عمي تراجع تراجع من أين من أين دار من دار أبوي أشحد لك أنا أخذ قرض أنا بشوية إيجابيات أعطيك إياها هذا تراجع يا جماعة الخير ما فيه مزحة في الموضوع ما فيه إيجابيات لا تراجع ولا أي كوكب لما فيه تراجع بعطي إيجابيات حتى لو شكل زوايا إيجابية زي ما حكينا بيكون بيغرر بالشخص حاولوا قدر الإمكان هاي النقطة تحطوها في عين الاعتبار ما بقدر أنا أقول لك لا والإيجابية وبدك ترتبط وبدك تتجوز وتروح تورط في كارتي هذا قاعد على اليوتيوب وراء المايك بيحكي بيغرد أنت اللي راح تخسر يعني أحذر بس دير بالك أو أقول لك أنا كذب بس دير بالك من اللي أنا حكيته عشان تأخذ حيطك يعني هذا المقصود من الموضوع فلا يجي حدا يكتب لي في التعليقات يقول لي يعني إيش هالاكتئاب إيش هالضغط يعني أنت سوى التفوج هنا فوق ما هي سودة ما هي سودة ليش أنت حياتك نعمة يعني فات حد دنيا على مصرعيها وقفت على أربعين يوم هاي بدأ تسكر لا ما يعني نكون واقعيين إحنا ما هي في ضغط بس إحنا بنا نعرف شو أسباب الضغوط اللي قاعدة بتصير يعني نكون عقلانيين إحنا بدنا العقل يشتغل مش العواطف تشتغل بالفترة هاي فبتكونوا حذرين تنتبهوا من اللي أنا حكيته وتحطوا لايك وديس لايك وكومنت وشير وتسبوا عليه يعني اللي بدوا يكتب التعليق وأنا سكرت عليه ينزلي سب عليه تحت عادي جدا يعني يقول لي والله أنا كنت بدي أحكي بس ما عجبنيش ردك فأنا بدأ سب عليك سب عادي ما رح أتأثر ولا رح أرد عليك ولا رح ألغي تعليقك رح أخليه أعمل وتبرع ودعمه هذا انسوا الموضوع ما حدا يفكر في عملية الدعم والتبرع والاشتراك والانتساب مش بحاجتهن يعني حضور كل الحلقة يكفي وهذاك الموضوع دخلنا بمشاكل كثيرة واتهامات كثيرة احنا بيغنى عنها يعني تقول أنا باني قصر يلدز عند في الدار هيك نكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر